السلام عليكم في عالم العلاقات العاطفية كل شخص يبحث عن الطريقة المثدة لجعل الشريك يهيم عشقا به لكن عندما يتعلق الأمر بالنساء فإن الأمور قد تبدو أكثر تعقيدا بالنسبة للبعض ماذا لو أخبرتك أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتثير جنون المرأة وتجعلها تحبك بجنون في هذا الفيديو سأستعرض بعض الحيل والنصائح التي ستساعدك على كسب قلبها وإثارة إعجابها اضغط لايك وتابع معي الحركة الأولى كن فارس الأحلام العصري تعد الرومانسية هي اللغة العالمية للحب لذا لا تتردد في أن تكون رومانسيا مع محبوبتك قدم لها الزهور دون سبب اكتب لها رسالة حب بسيطة أو خطط لعشاء مفاجئ تحت ضوء الشموع هذه اللمسات الصغيرة تجعل قلبها ينبض بسرعة وستفكر فيك طوال الوقت النساء أيضا يا صديقي يقدرنا الرجل الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة هل ذكرت لك عرضا أنها تحب نوعا معينا من الشوكولاتة؟ أحضرها لها في يوم عادي هل تحدثت لك عن فيلم تحبه؟ اقترح مشاهدته عليها معا هذا الاهتمام يظهر لها أنك تستمع حقا وتهتم بما تحب الحركة الثانية كن صديقها وشريكها في الوقت ذاته أولا كن مستمعا جيدا الاستماع الفعال هو مفتاح العلاقات الناجحة عندما تتحدث استمع إليها دون أن تقاطعها قدم لها تعليقات تبين أنك تتابع حديثها واستخدم لغة الجسد الإيجابية هذا يجعلك شريكا داعما ومحبوبا حقيقيا ثانيا ضمن هذه النقطة شاركها اهتماماتها سواء كانت تحب القراءة الرسم الرياضة أو الطهي حاول أن تشارك هذه الأنشطة قدر الإمكان ربما لن تكون ماهرا في كل شيء لكن المحاولة بحد ذاتها تعني الكثير عندما ترى هي أنك تستمتع بما تحب ستشعر بارتباط عاطفي أقوى بك الخطوة الثالثة أو الحركة الثالثة إذا أردتم تسميتها أظهر حس الفكاهة الضحك هو الطريق السريع إلى قلب المرأة حاول أن تكون مريحا وشارك عن نكات والقصص المضحكة لكن كما دوما أنصحك كن على حذر فاستخدام هذه الوسيلة هي سيف روح الدين هناك فرق بين أن تكون مضحكا وأن تكون سخيفا ابحث عن النكات المناسبة للموقف ولا تخف من السخرية من نفسك قليلا في المواقف العصيبة يمكن للفكاهة أن تكون حلا سحريا إذا كانت هذه الفتاة تواجه مشكلة أو تشعر بالتوتر حاول أن تخفف عنها الأجواء بنكتة خفيفة أو تعليق مضحك هذا سيجعلها تشعر بالراحة وسيعزز من ارتباطها بك الخطوة الرابعة كن واثقا بنفسك كما نتحدث دوما في فيديوهاتنا هذه الثقة بالنفس واحدة من أكثر الصفات جاذبية كن واثقا في نفسك وفي قدراتك النساء يحببن الرجل الذي يعرف ما يريد ويسعى لتحقيقه لكن تذكر هناك خط رفيع بين الثقة والغرور فاحرص على عدم تجاوزه إلى جانبي هذا عليك أن تكون دائما بجانبها وأن تدعمها في تحقيق أهدافها وطموحاتها الثقة في نفسك والثقة بها تجعل منكما فريقا قويا عندما تشعر بأنها تستطيع الاعتماد عليك ستزداد مشاعرها تجاهك الحركة الخامسة كن غامضا بعض الشيء اترك لها مساحة للاكتشاف النساء يا صديقي يحببن الشعور بالفضول ولديهن هذا الحس حس الاكتشاف لذلك لا تكشف كل شيء عن نفسك دفعة واحدة اترك بعض الأمور غامضة لتثير فضولها دعاها تكتشف المزيد عنك بمرور الوقت إلى جانبي هذا عليك أن لا تجعل نفسك متاحا لها دائما احرص على أن تكون لديك حياتك الخاصة واهتماماتك هذا يثير فضولها ويجعلها تشعر بأن لديك حياة مشوقة ومثيرة الخطوة السادسة أظهر الجانب الحساس منك لا تخف من التعبير عن مشاعرك فالرجال الحساسون والذين يظهرون مشاعرهم الحقيقية يتركون انطباعا قويا لا تخف من التعبير عن مشاعرك وإظهار الجانب الحقيقي العاطفي منك هذا يجعلها تشعر بالأمان والراحة بجانبك إلى جانبي هذا كن متعاطفا عندما تمر هذه الفتاة بوقت عصيب كن أنت المتعاطف الذي يمكنها الاعتماد عليه قدم لها الدعم النفسي والعاطفي تعاطفك مع هذا في الأوقات العصيبة يعزز من ارتباطها العاطفي بك وإلى الخطوة السابعة كن مغامرا خطط لمغامرات مشوقة النساء يحببن الرجال الذين يضيفون بعض التشويق والإثارة إلى حياتهم خطط لمغامرات غير تقليدية سواء كانت رحلة صغيرة تجربة رياضية جديدة أو حتى مغامرة طغي هذه اللحظات المثيرة تعزز من ارتباطكما العاطفي وفوق هذا وذاك كن منفتحا للتجارب الجديدة لا تخف من تجربة أشياء جديدة ومشاركة هذه الأشياء معها كن أنت الشخص الذي يفتح أمامها أبوابا جديدة من المتعة والتشويق هذا يجعلها تتطلع دائما للوقت الذي تقضيه معك الخطوة الثامنة الاهتمام بالمظهر الشخصي الاعتناء بهذا المظهر الخارجي النساء يا صديقي يقدرنا الرجل الذي يهتم بمظهره الخارجي احرص على أن تكون نظيفا ومرتبا واختر ملابسك بعناية المظهر الجيد يعكس أنك تهتم بنفسك وهذا يجذب الفتيات عليك أن تهتم بالتفاصيل الشخصية الصغيرة مثل العناية بالشعر العناية بالبشرة العناية بالأسنان جدا مهمة وتترك انطباعا إيجابيا لا يمكن لابتسامتك أن تكون مليئة بالتسوس هذه التفاصيل تظهر أنك تعتني بنفسك وتحرص على أن تكون في أفضل حال إذا كنت تريد أن تثير جنون المرأة وتجعلها تحبك بجنون فالأمر لا يتطلب الكثير من الجهد إذا كنت تعرف ما تبحث عنه الفتاة كن فارس أحلامها العصري صديقها وشريكها وأظهر حس الفكاهة كن واثقا بنفسك غامضا بعض الشيء وأظهر الجانب الحساس كن مغامرا واهتم بمظهرك الشخصي باتباع هذه النصائح سوف تتمكن من جذب اهتمام المرأة وإثارة إعجابها تذكر دائما أن تكون نفسك وأن تتصرف بطبيعتك فالأصالة هي مفتاح العلاقات الناجحة والمستدامة 10 5 4 3 3 3 4 6